كل من يشارك في منافسات أمم أوروبا ملزم باحترام وتطبيق كل لوائح المتعلقة بالتسامح ورفض العنصرية وإظهار الاحترام للآخر في هذا الوقت جاء تسريب للاعبين فرنسيين نتج عنه اتهامهما بالعنصرية ضد الأسيويين وخلف ردود فعل غاضبة عبر العالم اللاعبان هما نجماء برشلونة الإسباني ومنتخب فرنسا أنتوان جريزمان وعثمان ديمبليا وقد سرب لهما فيديوهان مسجلان منذ نحو عامين عندما كان في اليابان أثناء جولة فريق برشلونة الصيفية الفيديو لن نعرضه لأسباب تحريرية بسبب إساءته بدأ جريزمان ضاحكا من سخرية من يصور الفيديو من نبرة صوته عرف أنه زميله عثمان ديمبليا وكان يسخر من موظفي فندق ياباني جاء لمساعدتهم في تغيير إعدادات اللغة من اليابانية إلى الفرنسية أو الإنجليزية للعبة إلكترونية خاصة بكرة القدم السخرية كانت من اللغة اليابانية عندما سمع الموظفين يتبادلون حديثهم بلغتهم وأيضا السخرية من هيئتهم بكلام ترجمته هو عنصري ضد الآسيويين هناك فيديو آخر يسمع فيه جريزمان يقلد للغة اليابانية بطريقة ساخرة وتهكمية بكلمة غير مفهومة في الحقيقة الحساب الرسمي لبرشلونة هو من نشره قبل عامين وبقي مغمورا إلى أن طفى على السطح بسبب هذا الفيديو الأول في كل من إسبانيا وفرنسا حيث يلعب النجمان اشتعلت مواقع التواصل الاجتماعي وطالبوا اللاعبين بالاعتذار ديمبليا يقول ذلك الموقف يمكن أن يقع في أي مكان من العالم وما قلته باستطاعة أن أقوله في أي مكان آخر لم أكن أقصد أي مجموعة عرقية بعينها لكنني قد أكون جرحت مشاعر أولئك الذين ظهروا في الفيديو لهذا أقدم اعتذاراتي لهم الصادقة بالنسبة لإغريزمان رفض وصمه بالعنصرية في حسابه على تويتر وقدم اعتذارا جاء فيه منذ أيام أراد البعض وصمي بشخصية لا تمت بصيرة لشخصية حقيقية أنا أرفض هذه الاتهامات الباطلة بحقي وأعبر عن أسفي لكل أصدقاء اليابانيين الذين شعروا بالإساءة لهم لم تنتهي القصة باعتذار النجمين بل يبدو أنهما ورطا النادي بمشكلة لهذا الرجل في الصورة هيروشي ميكيتاني رئيس شركة راكوتن اليابانية الراعي الرسمي لبرشلونة يجلس مع رئيس نادي برشلونة يوسيب بورتوميو وقد طلب رسميا من النادي توضيحات بشأن الفيديوهين جاء في الخطاب الذي يريد أن يسمعه هذا يقول بصفة راعيا للنادي ومنظما للبطولة فإنني أسف لتلك الملاحظات العنصرية بما أن الشركة تدعم لوائح نادي برشلونة فإن هذه الملاحظات غير مقبولة في كل الظروف سوف نحتاج رسميا ضد النادي ونحن ننتظر سماع موقفهم بهذا الشأن كيف علق الأسيويون على اعتذار اللاعبين الفرنسيين هذه عينة من اليابانيين طبعا أو الأسيويين كوين لونجي مثل هذه السخرية جعلت ابنتي تعود للبيت بعد المدرسة غارقة في دموعها لأن أطفال آخرين عيروها بأكل لحم الكلاب نوتودو أنا ياباني واليابانيون محبطون بسبب دومبلياه وبسببك نحن حزينون جدا حتى ولم تقل شيئا لم تقل شيئا في الفيديو كان عليك أن توضح لماذا وعماذا كنت تضحك في الفيديو بارشون يقول هذه هي رسالة اعتذار للشعب الياباني هل هذه رسالة اعتذار أعتقد أنه مجرد اعتذار فعندما كان دومبلياه يقول أشياء سيئة عن اليابانيين لماذا كنت أنت تبتسم كانت توجه كلامها لغريزمان رد نادي بارشلون بأن اللاعبين اعتذرا لكن هذا لا يبدو أنه حل المشكلة فقبل ساعات فقط قررت شركة كونامي المتخصصة بالألعاب الإلكترونية وأحد شركاء نادي بارشلونة قررت فسخ عقد جريزمان وطرده من منصبه سفيرا لمحتوى إلعابها في العالم قالت في بيان نحن نؤمن بفلسفة وأخلاق الرياضة التي لا تقبل العنصرية بأي شكل من الأشكال شكرا لمشاهدتك تريندينج سنسعد باشتراكك بالقناة وإعجابك بالقصة ومشاركتها وتعليقك عليها